اشتركوا في القناة يعمل على تقديم النتائج من خلال اللمبات الموجودة في الغصمة العلى لزراع التحكم يصل عمغه إلى 4 متر تم تطويره من أجل الأهداف الصغيرة كالنغود المعدنية والأشياء الصغيرة ويستخدم في الأماكن الضيقة غرص البحث العام هو الغرص الرئيسي للبحث العام بحجم 44 في 36 سنتيمتر لا يوجد به نظام ضوء يحطي النتائج على شاشة الكريستال السائل يستخدم هذا الغرص مع نظام الشاشة فقط غرص البحث العاميق هو غرص بحجم 160 سنتيمتر تم تطويره لعمليات البحث العاميق يتم استخدامه من غبل شخصين يستخدم مع نظام شاشة الكريستال السائل ويصل إلى عمو 12 متر يستخدم فيه الأرض المسطحة للكشف عن الأهداف الكبيرة التي توجد فيه أعماق أعميق عند وضع الحساسية حوالي 60% في هذا النظام ليس هناك حاجة إلى ضبط إعدادات الأرض لتسهيل عملية البحث ولأنه صمم للأعواغ البعيدة وليس لديه استجعار للأشياء الصغيرة حقيبة النظام تقوم بنغل وحماية صندوق النظام غرص البحث العام 360 في 440 وغرص البحث السطحي 315 في 220 بالإضافة للمنحوات تستخدم هذه الحقيبة لحمل غرص البحث العامل السماعة هذه القضعة تحافظ على الاتصالات الصوتية بين الكاشف ووحدة النظام الإلكتروني ليتمكن المستخدم من سماع صوت الكاشف بطارية ليس يوم كولومير 14 و 18 و 4 مير قابلة لعادة الشحن تركيب قرص البحث العام مع نظام الشاشة يجب فك المسمار اللولوي الموجود في نهاية قرص البحث إدخال المغبط داخل الفتحة المخصصة له ثم ربط المسمار اللولوي مرة أخرى لتعديل طول زراعة البحث يجب فك المسمار اللولوي الموجود في منتصف زراعة البحث بعد الانتهاء من عملية تعديل طول زراعة البحث يجب ربط المسمار اللولوي مرة أخرى بعد فك المسمار اللولوي الموجود على طرف زراعة تحكم ووضعها بشكل مناسب عيب ربط المسمار اللولوي جيدا القرص جاهزة للاستخدام تركيب قرص البحث العام مع نظام الشاشة فتح حقيبة النظام واخراج صندوق النظام بعد فتح غطاء البطارية ويدراج البطارية وتوسيل الكابل يجب إغلاق غطاء البطارية جيدا وضع صندوق النظام داخل الحقيبة المخصص له وإغلاق الحقيبة جيدا موسيقى 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 فتح حقيبة النظام النظام جاهز للاستخدام تركيب قرص البحث العميق مع نظام الشاشة توصيل كابل قرص البحث في المكان المخصص له في صندوق النظام بحيث تتناسب وصلة الكابل مع وصلة صندوق النظام جايب رب مسمار الكابل اللونوي جيدا فتح حقيبة النظام النظام جاهز للاستخدام تركيب قرص البحث السطحي قم بلف الكابل حول زراع قرص البحث فك المسمار اللونوي الموجود في نهاية زراع قرص البحث يجب إدخال زراع البحث في المكان المخصص له يجب رب مسمار الكابل اللونوي جيدا فك المسمار اللونوي لإطالة زراع البحث بعد ضبط طول الزراع يجب ربط المسمار جيدا بعد فك المسمار اللونوي الموجود على طرف زراع التحكم ووضعها بشكل مناسب يجب ربط المسمار مرة أخرى جيدا كرص البحث جاهز للاستخدام فتح حقيبة النظام ويخرج صندوق النظام بعد فتح غطاء البطارية وإدراج البطارية وتوسيل الكابل يجب إغلاق غطاء البطارية جيدا وضع صندوق النظام داخل الحقيبة المخصصة وإغلاق الحقيبة جيدا توصيل كابل سماعة الرأس في المكان المخصص له توصيل كابل قرص البحث في المكان المخصص له في صندوق النظام بحيث تتناسب وصلة الكابل مع وصلة صندوق النظام جايب رب مسمار الكابل اللونوي جيدا توصيل كابل قرص البحث في المكان المخصص له في صندوق النظام بحيث تتناسب وصلة الكابل مع وصلة صندوق النظام جايب رب مسمار الكابل اللونوي جيدا النظام جاهز للاستخدام لوحة التحكم مفتاح التشغيل يستخدم لإغلاق الجهاز وتحديد النظام الذي يجب أن نستخدمه زر الغبول هو الزر الذي يقوم بوظيفة تنفيذ الأوامر ويمكننا من الانتغال إلى القائمة الصادرة زر المسح هو الزر الذي يلتغب صورة للهدف وهو تحت الأرض بالإضافة للتحليل التغريري عن حالة التربة عند الضغط عليه والمرور فهو الهدف العدادات هو الزر الانتغال إلى قائمة العدادات مفتاح الأرض هو زر الانتغال إلى إعدادات الأرض على نظام شاشة الكريستال السائل زر الحفظ هو زر حفظ التغارير التحليلية في قسم التغارير زر العمق هو زر تحليل العمق والحصول على صورة سلاسية الأبعاد على الشاشة زر نارس زر زايد زر ريسيت هو زر عدد تعيين كافة إعدادات الجهاز الافتراضية عند الضغط عليه يقوم الجهاز بيرجاع كافة الإعدادات إلى آخر وضع كانت عليه زر الأرض هو زر الانتغال إلى ضبط التربة بالنظام الضوئي زر الحساسية هو الوضع الذي يستخدم في النظام الضوئي لضبط الحساسية بالنظام الضوئي زر الضوئي زر ضبط مستوى الإضاءة في النظام الضوئي زر الصوت هو الذي يقوم بضبط الصوت في النظام المصابيح التي تشير إلى مستوى شحن البطارية في النظام الضوئي المصابيح التي تشير إلى مستوى الحساسية بالنظام الضوئي عندما يشير الصمام إلى أنه في واحد من هذه السياق الصوت أو الحساسية أو الضوء أو التربة يجب الخروج من هذه السياقة قبل عملية البحث الإعدادات لدخول قائمة الإعدادات يجب الضغط على زر الإعدادات للتنقل بين القائم نضغط على الأزرار ناقص وزايد عند الوصول إلى القائمة المراد تعديلها نضغط على زر القبول لتعديل المستوى المطلوب في استخدام الأزرار زايد وناقص بعد الانتهاء من عملية تعديل المستوى نضغط على زر القبول إذا تم عرض تحزير وضع الحساسية على الشاشة يجب إعادة ضبط إعدادات الأرض قبل البحث إذا كنت لا تريد الكشف عن الأهداف الحديدية يمكنك إغلاق مفتاح الحديد أضغط على زر الإعدادات لإنهاء إعدادات الشاشة كيف نقوم بضبط الأرض باستخدام كورس البحث العام مع نظام الشاشة؟ قم بإدارة مفتاح التشغيل بالتجاه LCD يمكنك اختيار اللغة التي تريد استخدامها عن طريقة أزرار ناقص وزايد يتم عرض غرص البحث المتصل بالجهاز وحالة البطارية على الشاشة حين تشغيل الجهاز لأول مرة يتم وضع إعداد الأرض المعروض على الشاشة تلغائيا يجب رفع غرص البحث مسافة 40 سنتيمتر من سطح الأرض ثم نقوم بالضغط على زر Preset لمعرفة نوع التأثير إذا كانت ناقص أو زايد نقفة غرص البحث مسافة 3 إلى 5 سنتيمتر على سطح الأرض إذا كان التأثير في الاتجاه ناقص على الشاشة يجب رفع غرص البحث مرة أخرى مسافة 40 سنتيمتر من سطح الأرض ثم نضغط على زر ناقص عدة مرات إذا كان التأثير في الاتجاه زايد نضغط على زر زايد عدة مرات نضغط على زر Reset ثم نقفة غرص البحث مرة أخرى مسافة 3 إلى 5 سنتيمتر على سطح الأرض يتم مواصلة هذه العملية حتى تتم إزالة التأثير يجب رفع غرص البحث مرة أخرى مسافة 40 سنتيمتر ثم نضغط على زر عدة التعيين ثم نقفة غرص البحث مرة أخرى مسافة 3 إلى 5 سنتيمتر حتى تتم إزالة التأثير بعد الانتهاء من إزالة التأثير يجب رفع غرص البحث مسافة 8 إلى 10 سنتيمتر من سطح الأرض ثم أضغط على زر القبول للانتغال لوضع البحث إجراء البحث بغرص البحث العام مع نظام شاشة الكريستال السائل أثناء عملية البحث يجيب رغع غرص البحث مسافة 8 إلى 15 سنتيمتر بشكل موازي لسطح العرض يتم البحث من خلال تحريك غرص البحث إلى اليمين واليسار بحركة متوسطة عندما يتلقى المستخدم إشارة يجب المرور فوق الإشارة نفسها مرة أخرى ثم اضغط على زر ريسيت خارج مرمى الهدف كما ترى على الشاشة يتم تحديد بطر ونقطة مركز الهدف عن طريق الكشف عن حدود تأثير الإشارات التي يتلقاها الجهاز وهي تدعكس على السطح من أربع اتجاهات يجب البلور فوق نقطة مركز الهدف الذي تم تحديده عن طريق الضغط على زر المزح تصهر قوة الإشارة المنعكسة من الهدف مع دم غير غيم تحديد العمق بقرص البحث العام مع نظام الشاشة نحتاج لتحديد غطر الهدف من بداية التأثير الذي ينعكس على السطح كما نرى على الشاشة في المثال كيف يتم تحديد غطر الهدف ونقطة مركز الهدف عن طريق الكشف عن حدود تأثير الإشارة التي يتلقاها قرص البحث التي تنعكس على السطح في أربع اتجاهات عند تحديد أقطار الهدف يجب استخدام جانبين قرص البحث فقط وعدم استخدام الجانب الأمامي أو الجانب القلفي للقرص للدخول في غائمة العمق يجب التضغط على زر العمق يجب إدخال مقاسات الهدف في مكانها الصحيح طولا وعرضا الإدخال مقاسة العرض من خلال تحويل لون المؤشر الأصفر إلى الأخضر وذلك بالضغط على زر القبول لينهاء التنشيد نضغط على زر القبول مرة أخرى الانتقال إلى إطار طول الهدف عن طريق زر زايد ثم تفعيل الإطار بالضغط على زر القبول أدخل مقاس الطول في إطار الطول باستخدام زرار ماقس وزايد نضغط على زر المسح باستمرار ثم نمر من فوق الهدف 11. بعد عملية المرور يجب أن يزيل المستخدم إصبعه من زر المسح الضوئي ليتم عرض تحليل للهدف كامل على الشاشة كيف يتم ضبط الأرض بنظام الشاشة باستخدام العرص العمق 12. قم بإدارة مفتاح التشغيل بالتجاه LCD 13. يمكنك اختيار اللغة التي تريد استخدامها عن طريق الأزرار ناقص وزايد 14. يتم عرض غرص البحث المتصل بالجهاز وحالة البطارية على الشاشة 15. عند تشغيل الجهاز لأول مرة يتم وضع إعداد الأرض المعروض على الشاشة تلغائيا 15. يجب رفع غرص البحث مسافة 40 سنتيمتر من سطح الأرض 15. ثم نقوم بالضغط على زر RESET 16. لمعرفة التأثير إذا كان تأثير ناقص أو زايد 16. نخفض غرص البحث مسافة 8 إلى 10 سنتيمتر موازي إلى سطح الأرض 16. إذا كان التأثير في الاتجاه ناقص على الشاشة 16. يجب رفع غرص البحث مرة أخرى مسافة 40 سنتيمتر في سطح الأرض 16. ثم نضغط على زر ناقص عدة مرات 16. إذا كان التأثير في الاتجاه زايد نضغط على زر زايد قدة مرات 17. بعد الضغط على زر RESET نخفض غرص البحث مرة أخرى مسافة 8 إلى 10 سنتيمتر 18. تستمر هذه العملية حتى تتم إزالة التأثير 18. نرفع غرص البحث مرة أخرى مسافة 40 سنتيمتر من سطح الأرض 18. ثم نضغط على زر RESET ثم نخفض الغرص مرة أخرى مسافة 8 إلى 10 سنتيمتر 18. نرفع غرص البحث مرة أخرى مسافة 25 إلى 15 سنتيمتر ثم نضغط على زر العبول لإنتقال إلى وضع البحث 18. إجراء البحث بنظام شاشة الكريستال السائل مع غرص البحث العميق 18. في أثناء عملية البحث يحمل غرص البحث العميق عن طريق شخصين بمسافة 15 إلى 25 سنتيمتر موازي لسطح الأرض 19. عندما يتلغى المستخدم إشارة يجب المرور فوق الإشارة نفسها مرة أخرى ثم الضغط على زر RESET خارج مرمى الهدف 19. كما ترى على الشاشة كيف يتم تحديد قطر ونقطة مركز الهدف عن طريق حدود تأثير الإشارات التي يتلغاها الغرص والتي تنعكس على السطح في أربع تيهاد 20. يجب الضغط على زر RESET بعد كل عملية البحث وذلك للكشف عن مواشرات صحيحة 21. تصهر غوة الإشارة المنعكسة من الهدف معدن غير غيم 22. يصهر معدل نسبة الإشارة وغوة الإشارة المنعكسة من الهدف على الشاشة معدن غير غيم 23. تحديد العمق لقرص البحث العمق مع نظام الشاشة 24. نحتاج لتحديد قطر الهدف من بداية التأثير الذي ينعكس على السطح 25. كما نرى على الشاشة في المثال كيف يتم تحديد قطر الهدف ونقطة مركز الهدف عن طريق الكشف عن حدود تأثير الإشارة التي يتلغاها قرص البحث 25. التي تنعكس على السطح في أربع اتجاهات 26. عند تحديد أقطار الهدف يجب استخدام جانبين قص البحث فقط وعدم استخدام الجانب الأمامي أو الجانب القلفي للقرص 27. للدخول في غائمة العمق يجب الضغط على زر العمق 28. يجب إدخال مقاصات الهدف في مكانها الصحيح طولا وعرضا 28. لدخال مقاصة العرض من خلال تحويل لون المؤشر الأصفر إلى الأخضر وذلك بالضغط على زر القبول 29. لإنهاء التنشيد نضغط على زر القبول مرة أخرى 30. الانتغال إلى إطار طول الهدف عن طريق زر زيت ثم تبعيل الإطار بالضغط على زر القبول 30. أدخل مقاص الطول في إطار الطول باستخدام زرار ناقص وزايد 31. نضغط على زر المسح باستمرار ثم نمر من فوق الهدف 31. بعد عملية المرور يجب أن يزيل المستخدم أصبعه من زر المسح الضووي 31. ليتم عرض تحليل للهدف كامل على الشاشة 32. تسجيل تغرير تحليلي 33. بعد تلقي التغرير التحليلي أضغط على زر التسجيل مرة واحدة لحفظ هذا التغرير 34. يتم تسجيل التغرير التحليلي على هذا النحو 35. يتم عرض عدد غياسي ورسالة موافقة على الشاشة 35. عودة مرة أخرى إلى الشاشة البحث ثم الضغط على زر القبول 36. تسجيل تغرير تحليل العمق 37. بعد تلقي تغرير العمق 38. بعد تلقي تغرير العمق أضغط على زر السجيل مرة واحدة لحفظ هذا التغرير 39. بذلك يتم تسجيل تغرير العمق 39. يتم عرض عدد غياسي ورسالة موافقة على الشاشة 40. عودة إلى شاشة البحث والضغط على زر القبول والعمق على التوالي 40. فحص وحزف السجلات 41. اضغط على زر السجل لمشاهدة التغرير المحفوظة 42. استخدم ناقص وزايد للتبديل بين السجلات 42. تحديد السجل المراد حسفه عن طريق زر القبول والحسف مع خيار حسف 43. انهاء شاشة التسجيل بالضغط على زر السجل 44. كيف يتم ضبط الأرض بالنظام الضوئي 44. اضغط على زر الأرض للانتغال إلى وضع إعداد الأرض 45. يشير الصمام إلى أنه في إحدى الغواهم الموجودة على الجانب في النظام الضوئي 45. يجب رفع غرص البحث مسافة 40 سنتمتر من سطح الأرض 45. ثم الضغط على زر ريسد 46. يجب معرفة التأثير على أرض الواقع إذا كان في اتجاه ناقص أو زايد 47. يجب خفض غرص البحث مسافة 3 إلى 5 سنتمتر من سطح الأرض 47. إذا كان التأثير في الاتجاه ناقص على الشاشة 48. يجب رفع غرص البحث مرة أخرى مسافة 40 سنتمتر 48. ثم نضغط على زر ناقص عدة مرة 48. إذا كان التأثير في اتجاه زايد نضغط على زر زايد 48. بعد الضغط على زر ريسد نخفض غرص البحث مرة أخرى من 3 إلى 5 سنتمتر 48. تتم مواصلة هذه العملية حتى يتم إزالة التأثير 48. إذا لم تتم إزالة التأثير يجب إعادة رفع الغرص مرة أخرى مسافة 40 سنتمتر 48. ثم نضغط على زر ريسد 48. ثم نخفض الغرص مرة أخرى مسافة 3 إلى 5 سنتمتر 49. بعد رفع غرص البحث مسافة 8 إلى 15 سنتمتر 50. أضغط على زر الأرض للانتقال إلى وضع البحث 50. البحث باستخدام النظام الضوئي 50. أثناء عملية البحث يجب رفع غرص البحث مسافة 8 إلى 15 سنتمتر 51. يتم البحث من خلال تحرك غرص البحث إلى اليمين واليسار بحركة متوسطة 52. عندما يتلقى المستخدم إشارة يجب المرور فوق الإشارة نفسها مرة أخرى 53. ثم الضغط على زر ريسد خارج مرمى الهدف 54. كما ترى على الشاشة كيف يتم تحديد غط ونقطة مركز الهدف 54. عن طريق حدود تأثير الإشارات التي يتلغاها الغرص والتي تنعكس على السطح في أربع ايتيات 55. يجب الغرور فوق نقطة مركز الهدف الذي تم تحديده عن طريق الضغط على زر المزح 55. إذا كانت اللمبات في اتجاه المعادن الغير حديدية 55. واللمبة الموجودة في منتصف الشاشة المطفاء هذا يعني أن الهدف هو من المواد الحديدية 56. يجب الضغط على زر ريسد بعد كل عملية بحث وذلك للكشف عن مؤشرات صحيحة 57. يجب تحديد القطر ونقطة مركز الهدف عن طريق الكشف عن حدود تأثير الإشارات التي يتلغاها قرص البحث 58. ثم تتم عملية تحديد الهدف من أربع اتجاهات 58. يجب البرور فهو نقطة مركز الهدف الذي تم تحديده عن طريق الضغط على زر المزح 59. إذا كانت معادن غير حديدية تضيء اللمبات الموجودة على الجانب الأيسر من زراعة التحكم 60. وهذا يعني أن الهدف هو من المعادن السمينة 60. إذا أضعت لمبة المواد الغير حديدية بشكل متزامن مع لمبات المواد المعدنية 61. في هذه الحالة غد يكون الهدف نوع من معدن السمينة 62. يجب تحديد قطر ونقطة مركز الهدف 63. يجب البرور فهو نقطة مركز الهدف الذي تم تحديده عن طريق الضغط على زر المزح 64. إذا كانت اللمبات في اتجاه المعادن الغير حديدية 64. واللمبة الموجودة في منتصف الشاشة المطفاء هذا يعني أن الهدف هو من المواد الحديدية 65. إذا أضعت لمبات الفرق الموجودة على الجانب الأيسر من زراعة التحكم هذا يعني أن الهدف هو فرق 65. يجب تحديد قطر ونقطة مركز الهدف 65. يجب البرور فهو نقطة مركز الهدف الذي تم تحديده عن طريق الضغط على زر المزح 66. تمت الموافقة على أن الهدف هو فرق 66. راسم الزبزبات بوسولوسكوب 67. راسم الزبزبات هو جزء ضمن القائمة التي تصفر على الشاشة 67. راسم الزبزبات هو عبارة عن شاشة عرض تساعد على تحديد طول وغطر وعمغ الهدف 67. إذا كان هدفا حقيقيا أو بنية معدنية 68. يساعد في الكشف عن الأهداف الصغيرة الموجودة على السطح 69. يساعد في الكشف عن المعادنة الصغيرة الموجودة في السطح والعميغة 69. يساعد في اكتشاف الأهداف المعدنية الصغيرة في السطح وعميغة قليلا 69. يساعد في اكتشاف الأهداف الكبيرة القريبة من سطح الأرض 69. لا يؤخص بعمق راسم الزبزبات عندما يرسم الرسوم البيانية بهذه الطريقة 70. النتيجة التي يمكن الحصول عليها لن تكون صحيحة 71. الكشف عن أهداف كبيرة في أعماق قريبة من السطح 71. الكشف عن أهداف كبيرة في أسطح عميغة جدا 72. اكتشاف تجويف طريق من السطح 72. لا يؤخص بعمق راسم الزبزبات عندما يرسم الرسوم البيانية بهذه الطريقة 73. النتيجة التي يمكن الحصول عليها لن تكون صحيحة 73. الكشف عن تجويف عميغة في سطح قليل 74. الكشف عن تجويف عميغة في سطح قليل 75. الكشف عن المعادن داخل الفراغات الأرضية والكهوف 75. إذا كان خط رسم الزبزبات مستغيما تم الكشف على بنية معدنية 76. تحتاج إلى إعادة ضبط إعدادات الأرض 77. يرسم إشارة محدبة في الأهداف الحاغذية 77. التحقق من الهدف 78. يجب تحديد الهدف على الأرض الواقع 78. وذلك للتحقق إذا كان الهدف هو هدف حقيقي أو فراغ أرضي أو أي كلمعدين 79. إذا لم تتمكن من إعداد الأرض بأي حال من الأحوال 80. هذا يدل على وجود إشارة هدف حقيقي 80. نغاط يجب أن تنخص 80. يجب أن يكون الحفر بغدر طول إشارة الهدف من أجل الوصول إلى الهدف وتحديد الهدف وعدم تأسل قرص البحث من جانبين على الأرض ليتم التحقق مرة أخرى 80. إجراء الحفر بصورة أكبر تضمن الوصول إلى نتائج سليمة من أجل إجراء مسح صحيح بمنطقة البحث 80. يجب إعادة تعديل ضبط الأرض عند تغير منطقة البحث 80. يجب تعديل إعدادات الأرض بجانب الهدف بحيث لا يكون هناك هدف لأن ضبط إعدادات الأرض لا يتم فوق الهدف 80. كما ترى على الشاشة يجب ترك مسافة 50 سنتيمتر بجانب الهدف بحيث لا يتأثر قرص البحث من جانبين الأرض في هذا الميال 80. بذلك يتم التحقق من عمغ الهدف 80. الهدف الأساسي من التنغيب بهذه الطريقة هو الوصول إلى مصدر إشارة الهدف 80. تزداد قوة إشارة الهدف كلما اختربنا من الهدف 80. يجب مشاهدة قوة الإشارة والزبزبات من خلال الأعمدة والأسلسكوب الموجودة على الشاشة 80. إذا لم تكن إشارة الهدف غوية هذا يعني أنها إشارة بنية معدنية 80. غيم عمق نظام ديوهانتر ثلاثي الأبعاد 80. الأرقام المذكورة على لا تتسبب في أحداث مجالات مغناطيسية 80. بعد عملية اختيار المعادن الجديدة تنمو مع زيادة العمق في النصب المعروضة على القائمة 80. إذا زادت أبعاد المعدن بالنسبة للمعادن الموجودة تحت الأرض خلال سنين طويلة تحدث مجالات مغناطيسية بمرور الزمن 80. وهذه المجالات المغناطيسية تقوم بإرسال إشارات كأنها الأجهزة المرسلة لهذه الإشارات 80. لذلك اللاغط الهوائي المستخدم في عملية البحث يوفر إمكانية اكتشاف نفس الهدف في عمار أكثر من 3 إلى 4 أضعاف 80. توجد معادن تحت الأرض مدفونة لفترات طويلة مثل الصلب والغستير والرصاص في بعض الأحيان تحطي انتباع مثل الزهب 80. موقع المعادن تحت الأرض في بعض الأحيان يصدر إشارات خاطئة إلى الجهاز تدل على وجود الزهب أو معدن سمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر